لم يتصور أحد بعيداً عن الأفلام الخيالية هذا الكابوس المفزع الذي يمثله فيروس كورونا الكابوس الذي خيم على العالم وأجبر أكثر سكان الأرض على الاختباء في منازلهم متوجسين من عدو قاتل لا يمكنهم رؤيته غير أن الكارثة قد لا تقف عند حد العدد المليوني للإصابات أو عشرات الألاف من الضحايا الذين فقدوا حياتهم فالأسوأ ربما لم يأتي بعد فبحسب الدراسات علمية حديثة أجريت في كل من الولايات المتحدة والصين فإن ثم تقنبلة موقوطة تترصد الجنس البشري لتعرق لكل محاولات احتواء تفشي الفيروس بل وربما تمثل ذروة أخرى للوباء لكنها كامنة الدراسات أشارت إلى أن الكثيرين ممن يصابون بفيروس كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض تذكر ما يمثل عائقاً أمام اكتشاف الإصابة في الوقت الذي يصبحون أداة خفية لنشر العدوى بين المحيطين بهم والمخالطين لهم في كل مكان مشكلة أخرى كشفت عنها الدراسات تتعلق بالأطفال فبينما كان الاعتقاد السائد أن الأطفال بمنأة عن هذا الفيروس أو أنه في حال إصابتهم به يتخطونه بسهولة أظهرت الدراسات الطبية أن ما يصل إلى 20% من الأطفال المصابين بالفيروس يحتاجون إلى رعاية طبية في حين يظل 80% من الأطفال المصابين حاملين للفيروس من دون أي أعراض الأمر الذي ينذر بتفش جديد للوباء في أنحاء العالم العالم إذن أمام تحدي بالغ الخطورة وسباق مع الزمن لإنتاج لقاح ينقذ البشرية من احتمالات انتشار أكبر للوباء وإلا فالسيناريوهات البديلة كلها خير سارة